اهلا بحضراتكم من جديد عشان الكلام كتير بخصوص مصابي النادي الاهلي بكورونا والمساحات وما شابه ذلك فانا اقول لحضراتكم بمنتهى الشفافية كل التفاصيل وكل الاخبار مبدئيا كده في مسحة اتعاملت لكل الفريق النهاردة في مقر النادي الاهلي بالجزيرة في ساد مختار التتش كاجراء من ضمن الاجراءات الاحترازية المهمة جدا قبل فترة اهم يتخلى لها طبعا كاسر ربطة وايضا المشاركة في كاسر العالم الاندية باذن الله تعالى ففي تشديد جامد جدا جدا بخصوص الاجراءات الاحترازية الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم لكن في نفس الوقت النهاردة الدكتور احمد ابو عبلة طبيب النادي الاهلي بتنصيق مع كابتن ساد عبدالحفيز مدير الكرة خدوا قرار بان بعض اللاعب النادي الاهلي ما يجوش اصل النادي وانهم يعملوا مساحات خارج النادي مساحات خارجية عشان يتم الاتمؤنان عليهم بشكل اكبر وبشكل مؤكد قبل ما يندمجوا مع اللاعبين في غرف الملابس او خلال التدريبات الخاصة بالفريق في استاد مختار التتش فالمجموعة دي ما جاتش النادي عشان كمان فيه اعراض عليهم خاصة بنزلة البرد فانت عشان تتأكد اكتر ان هي لقدر الله ممكن تكون كورونا فتعمل مساحات فهم هيعملوا مساحات خارجية المساحات دي هي اللي هتطمن وتأكد الكل بخصوص الاصابات هل كورونا ولا مش كورونا ان شاء الله ما تبقى شكورونا يبقى برد بسيط بالنسبة لهؤلاء اللاعبين طيب انا حاولوا حضراتكم الاسماء الخاصة باللعبين دول اللي هما ما وصلوش النادي النهاردة وكان فيه قرار بعدم وجودهم في النادي لحد ما تطلع نتيجة المساحة الخارجية بتاعتهم مين هما اللاعبين دول وليد سليمان تمام بيرسي تاو ياسر ابراهيم طاهر محمد طاهر لويس مكيسوني واحمد نبيل كوكا واحمد عبدالقاتر سبع لعبين من قائمة النادي الاهلي مجوش النهاردة وحيعملوا المسحة وخلاص تقريبا عملوها النهاردة الصبح خارج النادي وفي انتظار نتيجة المسحة دي وبناء على النتيجة دي يتم تحديد موعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية ووصولهم لاستاذ مختار التتش والمقر النادي الاهلي بالجزيرة بشكل طبيعي نتمنى لهم يا رب الشفاء والسلامة وان شاء الله ما تكونش حاجة قوية أو ما تكونش كورونا في نفس الوقت المساحات ايضا انتعاملت النهاردة للفريق بقى ككل والجهاز الفني والاداري وبرضو نتيجتها هتطلع خلال ساعات ونعرف الامور هتمشي ازاي خلال الفترة اللي جاية احنا قلنا نحط حضراتكم في الصورة لحظة بلحظة النهاردة كمان موسيماني رجع للتدريبات او رجع ان هو يقود تدريبات النادي الاهلي في التتش بعد ما كان خد اجازة احنا عارفين الفريق في الفترة دي بيستعد ليه مباراة كاس الربطة اللي هتبتدي بالنسبة لنادي الاهلي يوم الخميس القادم نتمنى فيها كل التوفيق بالنسبة للنادي الاهلي وكان النهاردة موسيماني يمركز على اجزاء كتير جدا من المران سواء فيما يتعلق بالجانب البدني اللي كان تحت اشراف كابيلو مدرب الاحمال او حتى فيما يتعلق ببعض التدريبات القرى القوية وتأسيمها كمان كانت مهمة جدا في الجزء الاخير من مران اليوم في المقابل كان في بعض التدريبات الخاصة بحراس المرمى مع ماشيل يانوكا وتدريبات كانت مهمة جدا لكل من علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علي اتكلمنا عن المسحة واتكلمنا عن اللاعبين اللي اكيد مجوش النهاردة للمران عشان تم التأكد من سلامته كمان خليني اقول لحضراتكم على حفلة محمد بن راشد لابداع الرياضي كابتن محمود الخطيب سافر امبارح اقول لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بالحفلة دي وكل الكواليس بس بعد الفاصل استنون